كذلك تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفترة المبارك وأعرب الرئيس السيسي في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية لهم ولشعوبهم الشقيقة داعيا الله تعالى أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال ومتمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا ينعمون فيه بموفور الصحة والسعادة ولجميع شعوب الأمة الإسلامية المزيد من التقدم والرخاء والاستقرار